السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلاب الصف الثالث السنوي. اهلا وسهلا بكم. معاكم مستر عبدالرحمن الضبع واستاذ مادة الكيميا في منصة هنزاكر اونلاين. ان شاء الله يا حبيبي زي ما انت شايف احنا بقى معدنا مع الباب التاني. كابل لك مراجعة مختار مجدا للباب التاني ان شاء الله. نقدر نلم بيها الالوان اللي انت محتاجها. نقدر نلم بيها الرواسب اللي انت محتاجها. المسائل يا مستر. وقوانين المسائل. النهاردة ان شاء الله احنا هلم شرح. الفيديو ده خاص بالشرح بس. في فيديو هينزل لك الاسئلة. ده خاص بالشرح بس. هلم ان شاء الله شرح الباب التاني بالكامل درس درس. بشكل جميل وبشكل مخططات. هتساعدك ان شاء الله على فهم الباب التاني بشكل كويس. نبدأ بنتوقع على الله في مراجعة الباب التاني. بسم الله حبيبي احنا اول حاجة قسمنا لك الباب ده. الى مجموعة من النقاط. يعني ان شاء الله. لما نخلص النقاط دي يبقى الباب انت لميته بشكل كويس جدا. طيب ايه النقاط دي يا مستر. هنعرف انواع التحليل. يعني ايه تحليل وصفي ويعني ايه تحليل كم. حلو. بعد ما عرف التحليل وصفي. يعني ايه تعادل اللي هو جاي منه التحليل ده اصلا. وايه اساس الكشف. انا بكشف بناء انا على ايه. بناء انا على ايه تكون ناصر. بناء انا على ايه اطلع غازي. كل ده هنعرفه. حلو. تأسيم الاحماض. هو مين بيوته ومين? مسته انا عايز اعرفهم وسبتهم. تمام? كشف عن انيونات. يعني ايونات سالبة. كشف عن كاتيونات. ايونات موجبة. بعد كده التحليل الكمي. ايه المسائل? وايه اللي علينا في المسائل? التحليل الكمي ده معلم هنقسمه. هو تعليل نعيم. حجمي وكتري. نبدأ بالمعايرة. المعايرة دي اهم مسألة. هنعافها بالتفصيل. بعد كده الادلة اللي بنستخدمها في المعايرة. تمام? ميسائل بوتقاري وعباد الشمس. ثم اهم المفاهيم والقوانين. ثم شوية ملاحظات بتوعنا. هيميزوك جدا ان شاء الله. نبدأ بسم الله نستعين بالله باول عنوان كده. اقول لك والله انواع التحليل. انواع التحليل احبيب تعالف تكر كانوا نوعين. تحليل وصفي او كيفي او نوعي. كل دول زي بعض. الهدف منه ده يا مستر معرفة معرفة يا مستر مكونات. يعني مما يتكون الملح او المادة دي. حلو كلام. باعرف مكونات بس. بعد كده تحليل كمي. الهدف منه معرفة وتحديد. ايوة نسب المكونات. اول ما يتكلم عن نسب يبقى انت في التحليل مين يا مستر? الكمي. حلو كلام. نجي ندخل على الوصف. يلا بنا بسم الله. هي عملية الغرض منها التعرف على مكونات المادة. سواء كانت المادة دي. مادة اضوية او غير اضوية. حلو كلام. تعال نعرف الاول المواد غير اضوية. بتتقسم لايه? ممكن يكون ملحة بسيط. ودي المسائل السهلة. او يكون يا مستر مخلوط. الله مخلوط من ملحين او اكثر. ساعتها بقى لازم نعرف مين الاملاح اللي جوه. جميل الكلام. لو ملحة بسيطة حبيبي تقدر تتعرف عليه من خلال خواص فيزيائية. زي ايه مستر الخواص الفيزيائية اللي بتقول عليها دي. بس يا عمي. زي درجة الانصهار. زي كمان الكتلة الملية. زي درجة الغليان. خلي بالك ممكن يجي لك سؤال كده. لمعرفة الملحة عن طريق خواص الفيزيائية مش الكيميائية. اختار واحدة من دول. انصهار غليان كتلة. تمام? طيب. وكمان عندي يا مستر مخلوط. المخلوط ده لازم فصل كل مكون من مكونات المخلوط. بعد كده اقدر اكشف عنه. سواء كشف عن الشق الحامدي. يعني الايون السالب. او الشق القاعدي. يعني الايون الموجب. حلو كرام. ما احنا عافين ان اي مال حجوز ايه? موجب وسالب. زي الفل. بعد كده التحليل الكمي ده حبيبي. الغرض منه بص هنا مكونات. هنا نسبة كل مكون. يعني مين بيتعمل قبل مين? طبعا. اول حاجة هعمل التحليل الكيفي. بعد كده اعمل التحليل الكامل. جميل. طيب يا مستر. يلا بينا بسم الله. التحليل ده حجمي. والحجم بيتقسم اكسادة واختزال. ترصيب تعادل. دول اللي هم اسموهم المعايبة. يا مستر هو في حاجة اسمها معايبة اكساد واختزال طبعا. كده انت عارفها. اكساد واختزال. ترصيب تعادل. بس كل ده هنعرفه في وقته بالتفصيل ما تخافش. طيب. بعد كده مستر عندنا التحليل الكتلي. ودول مسألتين. ما التطاير والترصيب. ده حبيبي اللي هنتكلم عنه في الباب كله انواع التحليل. تعال بقى نستعين بربنا ونمسك حتة حتة. يلا بينا بسم الله. ندخل على التحليل الاول اللي هو الكيفي او الوصف. فكرني. ده بيتعامل رقم واحد ولا اتنين? واحد. فكرني. ده الهدف منه نسب ولا مكونات? مكونات مستر نسب مين? طيب يلا بينا. هحلل يا اما مواد عضوية. يا اما مواد غير عضوية. حلو كلام. الهدف من تحليل المادة العضوية. ركز عشان الاسئلة دي مستخبية في المنهج. المادة العضوية معرفة المجموعات الوظيفية. فكرني يا مصر احنا في ملاجعة. حاضر? يعني لو لقيت المجموعة الوظيفية مسلا او اتش. مسكف ار مسلا يبقى دك حل. اه تمام. طب لو لقيت مسلا يا مصر المجموعة سي او او اتش. اه يبقى ده حمض. جميل. يبقى الهدف معرفة المجموعة الوظيفية. ودي مش هندرسه بالتفصيل. جميل. اما بقى التحليل الغير اضوي. تحليل يتمي فيه التعرف على الايونات سواء كانت الايونات موجبة او سلونة. عن طريق المراد الغير اضوية. حلو. اتكشف عن الكاتيونات اللي هي الموجبة والانيونات السلبة. جميل اوي كالاية الاحلام نكشف عن الموجبة والسلونة. ماشا يا مصر. سانا اكتفي في دراسة التحليل الوصفي بالايونات الموجبة والسلبة. اللي هي. العنيونات السلبة والكاتيونات المجاب. حلو. في المركبات الغير عضوية. يلا بينا يا مستر. بسم الله. تعالي اعرف هو احنا بنكشف ازاي. يعني ايه كلمة تعادل? وايه اساس الكشف عن الاملاح? يلا بينا صلى عندي. التعادل. تفاعل حمض مع قاعدة لتكوين ملح ومي. هو ده اللي انا عايزه. احنا هنكشف عن الملح. عايزين نعرف مكونات الملح. الملح ده جزء مجاب وجزء ايه يا مستر? سالب الله ينور عليك. طيب يلا بسم الله. الملح هيتكون ازاي? هنجيب قاعدة. حلو. زائد اتش سي ال. ده حمض. جميل الكلام. ده قاعدة ودي حمض. دي قاعدة عشان عندها ويبش وده حمض عشان عنده اتش. ماشي. هيديني ايه سي ال ده ملح زائد ميل. حلو الكلام. ده الملح. ركز بقى. الهدف تحليل او معرفة مكونات الملح. اللي هو الغير قضوي. الملح بيتكون من جزء ايه? اول جزء ايه مستر? موجب. وده اسمه شق قاعدي او كاتيون. ده الموجب. تاني جزء. سالب اسمه شق حمدي او انيون. مستر يا ترى ليه سموهم كده? يلا بينا. ده ان ايه? جي من القاعدة. اه فهمت عشان كيا سموه قاعدي. سي ال جي من الحمد عشان كيا سموه حمدي. بالله عليك بقى لكز. احنا هندرس الاول الشقوق الحمدية. كل الايونات السلبة اللي علينا. اتناشر. بعد كده هندرس الشقوق القاعدي. جميل او الكلام. مستر يعني الملح جزء ايه عشان في اسئلة بتيجي ايه? متجزاء. يقول لك ملح. لما كشفنا عن الجزء السالب طلع كزا. مسلا سي ال. ولما كشفنا عن الموجب طلع مسلا مسلا بوتاسيوم. كي. يبقى الملح اسمه ايه? كي سي ال. يعني الملح بيتكون من جزء ايه? تمام? حلو كلام. يلا بينا. اساس الكشف. اساس الكشف عن الايونات السالبة دي. يلا بينا. قال لي والله الحمد الاقل سبات هنجيب. هنجيب ملح اقل سبات. نخط عليه حمد اكسر سبات. احنا قلنا ايه? الحمد الاكسر سبات يطرد الاقل سبات. من الملح. يلا بينا. بص شايف? الاكسر سبات دخله. بقى ملح الحمد الاكسر سبات. طب والاقل سبات بيتطارد يعني. بيتطارد في صورة غاز. هذا الغاز له صفة مميزة. تعالوا لها تاني. الاكسر سبات يطرد الاقل سبات من الملح. في صورة غاز له صفة مميزة. يبقى احنا هنجيب. ملح اقل سبات. نخط عليه الحمد الاكسر سبات. فيبقى الملح اكسر سبات والحمد الاقل سبات اضطرد. تمام? في صورة غاز يعني حل. في صورة غاز يمكن التعرف عليه. جميل. اصيبه لك ايه. بركز بقى. في فرق بين ثبات الحمد وقوته. وتعلى اقولها لك من الاخر. ثبات الحمد يعني الحمد ده هيتحمل التسخين ولا لا? لو تحمل التسخين درجة غلانه عليا يبقى ده سابت. اما قوة الحمد يعني الحمد ده بيتاين ولا لا? يبقى خلي بالك. السبات لعلاقة بالتسخين. يعني درجة غلان الحمد. اما القوة لها علاقة بالتاين. الله على الكلام الجميل. طيب بصوا كده مسلا. سبات الحمد دليل على عدم التطاير. ها? يكون الحمد اقل التطاير. يعني لو ده سابت مش هيطير بسهولة. تمام? ويكون اعلى في درجة الغلان. بمعنى الاقسر سبات يكون اقل التطاير. يعني يا مستر. الحمد الاكسر سبات. درجة غلانه عليا? وصعب ان انت تفككه. جميل? هلا بينا? بصوا بقى. مستر انا نفسي صراحة بشكل كامل اعرف كل الاحمد ترتبها ايه? مين اكسر سبات من مين? مين يقدر يترد مين? تعال جابنا لك الخلاصة. تقسيم الاحمد. بصوا بقى مستر. الاحمد يا حبيبي كل اللي هتقابله في منهجك. دي تقسيم الاحمد من حيس السبات او من حيس درجة الغلان. من الاخر هتعرف كل حاجة. مين بيطرد مين? يلا بينا نصاله على النبي. اول حاجة عندي احماض غير سبتة. دي اي حد يطردها. وعندي احماض متوسطة. انا تمسك نفسها شوية. وعندي احماض بقى سبتة. خلي بالك. المتوسط والسابت يقدر يطرد اللي فوق. عشان غير سابت. السابت يقدر يطرد اي حاجة من دول. حلو. مين يا مستر الاحماض الغير سابتة. خد عندك بقى. حمد الكاربونيك. اتش تو سي اسري. حمد الهايدرو كابريتيك. اتش تو اس. حمد الكابريتوز. خلي بالك كابريتوز. مش كابريتيك. اتش تو اس اسري. ده حمد غير سابت. يعني درجة غالانه ايه? قليلة. غاينور. حمد السيو كابريتيك. اللي هو اتش تو اس سي تو اسري. حمد النايتروز خلي بالك نيتروز مش نيتريك. اتش ان اوتو. دي احماض غير سابت. الايونات بتاعتها خلي بالك. حمد الكاربونيك بيطلع ايونين. كاربونات او بي كاربونات. يبقى الكاربونات والبي كاربونات جايين من نفس الحمد. ادي الكاربونات سلب اتنين والبي كاربونات سلب واحد. يعني بيطلع ايه? ايونين جايين من نفس الحمض. طيب. اتش تو اس بيطلع كابريتيت. يبقى دول هم كاربونات وبي كاربونات. كابريتيت. جاي من اتش تو اس. هنا بيطلع كابريتيت. هنا سيو كابريتات. هنا نيتريت. خلي بالك اسمها نيتريت مش نطرات انه وتو. وعليها شو حنا سليبة. او هتفتكرها الغاز اللي هو انه وتو سانيكسود النيتروجين. لا دي عليها شو حنا سليبة. حلوه الكلام. طيب اه مستر. دول احمد غير سابتة. او هتقول ضعيفة. او هتقول ضعيفة. قول غير سابتة احسن. جميل. طيب اللي بعده بقى. بصة مستر. احمد متوسطة. كلهم شبع بقى. اه اتش اسي ال اتش بي ار اتش اي. حمض النيتريك. فرق ما بين النيتريك والنيتروز. دول متوسطة. اتش اسي ال طبعا عنده كولوريد. اه اتش بي ار عنده بروميد. اتش اي عنده يوديد. اتش النيتريك عنده نطرات. حلوه اوي الكلام. صلع انا بيبقى. اي حمد. اي حمد من دول يقدر يطرد اللي فوقي. اصلا انت فاكر اتش بس اللي بيقدر يطرد دول. لا اي واحد اتش اي واحد من دول يقدر يطرد اللي فوق. جميل اوي. طيب مين بقى المعلمين محدش بيطردهم? حتى يعني احنا ما بنقدرش نعمل معهم حاجة. فبنخليهم يتحولوا لراسب. مش بيتطردوا دول. بص. حمد الكابريتيك. كابريتيك ها? مش كابريتوز. كابريتوز ده غير سابت. الكابريتيك اتش تو اس وفور. وحمد الاورس فسفورك او بيسموه الفسفورك اتش سوي بيقفور. هو دي احمد قوية ولا سابتة? سابتة. احسن. اصلا حمد الكابريتيك سابت وقوي. اما حمد الفسفورك سابت ولكن ضعيف. اه اللهم يبقى ايه ده? السبات حاجة والقوة والضعف حاجة. جميل. ده بيجيب كابريتات مجرمة. ما فيش حد بيقدر يطردها. دي بتكون راسب. ده بيجيب فوسفات. الفوسفات برضو مجرمة. فيش حد يقدر يطردها. تكون راسب. جميل. طبعا مش عايز اقول لكن دول يقدر يطرده كل اللي فوق دول. حلو الكلام ده جدا جدا جدا. عشان كده لما نيجي ندرس هنقسم الايونات السالبة لتلات مجموعات. ليه? في مجموعات غير سابتة. وفي مجموعات متوسطة. وفي مجموعات عالية في السبات. ده يا معلم تقسيم الاحماض كل اللي انت عايز تعرفه عنه. حلو الكلام. ندخل على حاجة تاني. اتكشف عن الايونات السالبة. معيش افكرني. الانيونات اللي هي السالبة دي. جاية من الاحماض ولا من القواعد طبعا من الاحماض. متقسمة لكم نوع احماض الله ينور. غير سابتة. متوسطة سابتة. يلا بينا بسم الله. هنقسمهم لسلاسة مجموعات. الكلام مزبوط. يلا بينا. اول حاجة. مجموعة انيونات حمد الهايدروكلوريك. اتش سي ال. بس بيكون مخفف. جميل. بعد كده مجموعة انيونات حمد الكابريتيك. اتش تو السوفور. بيكون مركز. اصحى الكلام. مركز مش مخفف. اه ثواني. اللي بيكشف عنهم اتش سي ال دول الغير سابتين. الله ينور. اللي بيكشف عنهم اتش تو السوفور دول السابتين. هو ده الكلام. تمام? او المتوسطين السبات يعني. تمام? اما بقى كولوريد الباريام بي ايه سي ال تو. وده محلول مش حمد. مش محلول حمد. ده محلول ملح قادي. بي ايه سي ال تو? ده بيكشف عن اللي محدش قادر عليه الكابريتات والفوسفات. الله ينور. تعالي مسك واحدة واحدة. يلا بينا. نبدأ باميونات حمد الهايدروكلوريك اتش سي ال. يلا بينا. بسم الله يا رحمن الرحيم. مخفف يا مستر. ستة. كلهم غير سابتين. كربونات اهي. كربونات. وبي كربونات. طبعا جايين من نفس الحمد. تتكلم كنسب الحمد ايه? الكربونيك. تمام? كابريتيت. اللي جاي من الكابريتوز. وفين السي وكابريتات اهي. اختها. كابريتيت. ونيتريت. مش نطرات. يبقى كربونات وبي كربونات. كابريتيت وسي وكابريتات. كابريتيت بالدال ونيتريت. كل دول بيكشف عنهم اتش سيل. فكرك ليه يكشف عنهم. عشان هو اكسر ثباتا من احماضهم. تمام? قال لك والله يعتمد الكشف ان حمد الهايدروكلوريك اكسر ثبات من الاحماد اللي هم جايين منها. فبيقدر يطردهم. حلو الكلام. بيطردهم ازاي? يلا بينا. كده انت عايز تجرب اساسية. التجربة الاساسية بتجيب الملح. تخط عليك كاشف يطلق الغاز. متفقين? يلا بينا. بسم الله. هم كام ستة? يلا بنبدأ بسم الله. رقم واحد كاربونات. ادي رقم واحد. الكاربونات. بكشف عنه بمين يا مستر? بكشف عنه باتش سيل. بيحدس فاران. ويتصاعد غاز يعكر. اول ما يقول لك يعكر. ماء الجير عند مرور فترة قصيرة. طيب واحدة واحدة. اولا نقف على الكلام. الغاز اللي بيطلع ثاني اكسيد الكاربور. اهو. يبقى الكاربونات ساني اكسيد الكاربور. بيطلع غاز. حلو كلام. مستر. اولا ليه بمرره فترة قصيرة شورة طايم? بص يا مستر. التعكير. التعكير ده بيكون كاربونات الكالسيا. كاربونات الكالسيا. طيب. لو مررته فترة طويلة لونج طايم. ايه اللي هيحصل بها ساعتها? اقول لك الكاربونات هتختفي التعكير. هيتحول لبيكاربونات كالسيا. الله عالجمال. وساعتها هيختفي التعكير. افهمك حاجة. في الامتحان هيقول لك كده. ما ناتج مرور ساني يكسير الكاربون لفترة قصيرة تختار ده كاربونات كالسيا. في الامتحان يقول لك كده. ما ناتج مرور ساني يكسير الكاربون لفترة طويلة تختار دي. بيكاربونات الكالسيا. تمام? حلو كلام. اتنين. البيكاربونات. جاية من نفس الحمد. هتطلع نفس الغاز. نفس الكلام. غاز يعكر. ماء الجير. فترة قصيرة. مين الغاز? ساني اوكسيد كربون. حلو كلام. مستر افرق بينهم ازاي? في التجربة التأكيدية. هتشوفها كمان شوية. حلو كلام. بعد كده. ده رقم تلاتة. الكابريتين ده بقى مشهور قوي. ده مستر غاز رائحة كريهة. ويسود اسيتات الرصاص. اللي هي سي اتش سوي سي او او باي تو بي بي. دي بتسود. بسبب غاز مين? اهو. اهو. ده رائحة كريهة. اول ما قول لك كريهة كابريتين على طول. يبقى الايون السلبي كابريتين. بص الجمال على فكرة في اغلب الامتحانات رو بيدي من ايه? بيديك العلامة وانت تختار الايون. ازاي يا مستر? اقول لك. غاز يعكر ماء الجير. يبقى يا كاربونات يا بي كاربونات. غاز له رائحة كريهة. غاز يسود. يبقى كابريتين. تمام? بعد كده اربعة. كابريتين. تمام? يتصاعد غاز. له رائحة نفازة. ويخضر. يخضر. مش يسود. ورقة ساني كرومات. كيتو. سي ار تو. طيب. سبب اللون الاخضر مين? هيجيه لك سبب اللون اخدر. قل له الكروم موجب تلاتة. سبب اللون الاخضر اللي هيتكون الكروم موجب تلاتة. حلو. مين الغاز ده اصلا? يبقى ده اللي بيخضر. يجيه يقول له الغاز يخضر. يبقى كابريتين. او هنشوف. سيو كابريتات رقم خمس. اللي يفرق ده عنده. ده عنده اس زيادة. يبقى بص. هيعمل نفس الكلام. غاز رائحة كريهة. ويخضر. بس في ميزة تانية. يتكون معلق اصفر من الكبير. خلي بالك. ده الوحيد اللي هيديني معلق يعني راسب. بص. الوحيد اللي بيدي غاز وراسب سيو كابريتات. اول ما يجي يقول لي في الامتحاد. الايون اللي بيكون ايون سالب. ويكون غاز وراسب الاتنين. قل له سيو كابريتات. تمام? اللي بعدها مستقل. رقم ستة. والاخيرة في اتش سي ال. النايتريت. النايتريت ده. يتصاعد غاز عديم اللون. بس هنا في حتى مهمة عالية لازم تفهمها. الاول بيتكون حمد النايتروز. النايتروز. لما تسخنه تسخين هين كده. يتكون او. او ده عديم اللون. لما يتاكسد يبقى او. بالله عليك ركز في الكلام. هو حمد النايتروز. هيتسخن يديك ان او. وان او لما يتاكسد يبقى ان او. يبقى بص. الغاز عديم اللون. بس بيتاكسد ويتحول لبني محمل. الغاز عديم اللون. لما يتاكسد يبقى بني محمل. ويديني ان او. سواني. يعني لو قال لي الغاز اللي بيطلع اقول له انه. بس هو لما تاكسد بقى ان او. حلو الكلام قوي. تمام? يعني هو طالع عند فوق الانبوبة بيتاكسد ببقى انوتو. لكن اللي طالع من النايتريت اصلا ان او. تمام? حلو الكلام. كده الدنيا تمام? خلي بالك من الاشارات. غاز كبير خش على كابريتيت. غاز نفاز معاه معلق ولا مش معاه? لازم يوضح لك. معاه معلق سيو كابريتات. مش معاه كابريتيت. تمام? كده احنا خلصنا الحمد لله التجارب الايه? اساسية. هنرجع بعد كده التأكدية. كده انيونات مع السلامة يا زي الفل. خلصنا منه. خش على اتنين. حمد الكابريتيك. حمد الكابريتيك جلبان اوي. حمد الكابريتيك المركز. بيكشف عن اربعة. كولوريد. بروميد. يوديد. نطرات. على فكرة. في مغلطة كبيرة اوي. اسمها نايترات. ماشي. اصل الطالب لما بيلاقي ليه? بيفتكرها نايتريت. لاقي اسمها نايترات. او احنا بنقوله مجازة نايترات. خلي بالك. يبقى نايترات اللي فيها المد هي النطرات. انه اسري. حلو كده. يلا بينا. يعتمد الكاشف. برضو حمد الكابريتيك اكسر سباتا من هزي الاحماط. فيقدر يطردهم. حلو. طب يلا بينا مستر نشوف بيتردهم ازاي. هنا هيكونوا اربع تجارب. صح. اول واحد هتجيب ملحة صالبتخطة الحرب. الكولوريد. يتصاعد غاز اتش سي ال. رائحة ونفازة. ويكون. ركز بقى بديه. غاز اتش سي ال. ويكون صحب بيضاء. مع النشادر. اللي هي. طب بركز بقى مستر. بص حبيبي. ده غاز اتش سي ال. هيكون صحب بيضاء مع النشادر. هيقول لك رمز الصحب ايه? قل له كولوريد الامونيوم. ده الصحب اللي تكونت. كولوريد الامونيوم. يبقى الغاز اللي بيطلع وهيتش سي ال. بس ملوش لون. هو بيكون صحب بيضاء. هنا بقى. البروميد. يكون غاز اتش بيار. خلي بالك ده ملوش لون. يتاكسد جزئيا. يعني جزء منه هيتاكسد. ركز. بفعل مين? حمد الكابيتيك. لازم بيعمل كشف. يطلع اتش بيار. بعد كده يأكسده. يبقى خلي بالك حمد الكابيتيك هنا اشتغل شغلتين. كاشف وعامل مؤكسد. اه تمام. يبقى الغاز اللي هيطلع في النهاية بي ار تو. لا ركز امستر كده معي. حاضر. اللي هيطلع الصراحة. ركز. بصي حبيبي. هو هيطلع اتش بي ار. ملوش لون. جزء منه هيتاكسد يبقى بي ار تو. بي ار تو ده ابخرة البروم برتقالية حمراء. تحول النشا الاصفر. التي تصفر ورقة النشا. حلو كلام. جميل الكلام ده. طيب خلي بالك بيطلع غاز تالت اسمه اس اتو جاي من الحمد. الجمال ده. كم غز طلع? تلاتة. اتش بي ار. كان عديم اللون. جزء منه تاكسد. بقى بي ار تو ده المهم. ده البرتقالي. وطلع معاه الس اتو. البرتقالي بي ار تو. اما اتش بي ار ده عديم اللون. تمام? حلو. اليود نفس الكلام. يتساعد غاز اتش اي. ملوش لون. يتاكسد جزئية. مين اللي بي اكسده? حمد الكابريتيك. وقف امستر. حمد الكابريتيك اشتغل شغلتين. كاشف وعمل مؤكسد. يتساعد ابخرة اليود. اللي هي البنفسجية. التي تزرق النشا. بنفسجي بيزرق النشا. يبقى البخار اللي طالع ايتو. لا استنى الصراحة ما طلعش ايتو بس. هو طلع كام? الله ينور بقى. تلاتة اتش اي. وجزء منه تاكسد بقى ايتو. ده المهم. اوعى تنسى ان الحمد بيطلع اس اتو. فيجي سؤال ابن لزينا يقول لك ايه? عند الكشف عن البرو او اليود يطلع كم غاز تلات غازات. وده كمان يطلع تلات غازات. ايه القصة? تعال نحكو القصة. يلا بينا. ما الموضوع مش هيجي لك معادلة وخلاص. المعادلة فرع المفاهيم. بص يا معلم. تعال نشوف القصة بتاعتهم. اتش بي ار ات اكسد جزئيا طلع بي ار تو. والحمد اس او تو. الحمد بيطلع اس او تو. اتش اي ات اكسد جزئيا بقى ايتو. والحمد طلع اس او تو. الله عالجمال. حلو كم طلع تلات غازات تلات غازات. ماشي? اللونه برتقال البروم. اللونه بنفسي الجيليوت. تمام? النطرات. حلو كلام. دي يا مستر ابخرة بنية حمراء. بس ركز. هو هيطلع اتش انه اسري. حمد النايتريك. فاكرين النايتريك كان بتطلع ايوة? النطرات تطلع النايتريك. النايتريك سخنه. هيتحول لانه قطوع على طول. بني محمد. وخلي بالك. لو عايز اللون البني يزيد 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 يزيد. حط نحاس. خراطة النحاس. النحاس هتساعد في التفكك بتاع الحمد. تمام? يبقى النحاس يفكك الحمد اكتر. ماشي? مش انت بتفكك الحمد بالحرارة? اه. او النحاس كمان. يديك ابخرة اكتر. قادي لانه قطوع. فاكرين النايتريك تطلع مين? انه قول اول بعد كده انه قطوع. تمام? كده زي الفل. بس خلي بالك. اتشتوق السقفور. وقتنسى الحكتة دي. اشتغل شغلتين. اشتغل كاشف. واشتغل كمان عامل مؤكسد. مع مين يا مستر? مع البيقر ومع الاي. مع الاتنين دول بي ار واي. كاشف وعمل مؤكسد. دي قصتهم جميلة. بيطلع منهم تلات غزات. فاكر اتش اي عاديم اللون. جزء منه يبقى اي طوبة نفسجي. والحمد يطلع ايس اوتو. هنا اتش بي ار عاديم اللون. جزء منه يبقى بي ار طوبة ارتقالي محمل. والحمد يطلع ايس اوتو. زي الفل يا معلية. خش علي بعده. تنقسم بقى. الى المجموعة التالتة. كده احنا خلصنا اتش سي ال. الحمد لله مع السلامة. وخلصنا اتش توقس افور. فاكرت عن راجع. يلا بينه. اتش سي ال. كاربونات بيكاربونات. كابريتيد كابريتيد. سيو كابريتات نيتريت. اتش توقس افور. كولوريد بروميديوديد نطرات. تمام? كولوريد البريم بيكشف عن الاتنين اللي محدش قادر عليهم. هي الكابريتات والفوسفات. اللي جاية من احماض قوية ولا سبتة? سبتة بقينا شطرية. طيب بص يا مستر. ده لا تتفاعل مع الاحماض دي. ولكنها تقطي رواسب. ايدي ايدي سواني? يعني انت عندك. صلى عندي كده. صلى انا مش حد دي مهمة. انت عندك عشرة بيطلعوا غازات. في منهم واحد واحد. بيطلع غاز وراسق. اللي هو مين? السي وكابريتات. ستو او سري. صح? ماشي. العشرة دول في منهم واحد بيطلع غاز وراسق. وعندك اتنين بيطلعوا رواسب بس. اللي هم مين? اللي هم الكابريتات والفوسفات. ادي يا عم لمنالك الدنيا هو. حلو الكلام. التجارب الاساسية. هتجيب الكابريتات. محلول الملح. مش 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 ملح صل. محلول. عشان نعمل رواسب. يتكون رواسب ابيض. لا يزوب في حمد الهيدروكلوريك. اسمه كابريتات البريم. يعني البريم يعمل راسب مع الكابريتات وكمان الفوسفات راسب ابيض بس يزوب في حمد الهيدروكلوريك. الفرق بين الكابريتات والفوسفات. ان الكابريتات ما تدوبش والفوسفات بتدوب. حلو كلام. يبقى يا مستر ده راسب برض. بس بيدوب عادي. تقدر تفرق بين الاتنين دول حط اتشしい آل. ده مش هيدوب? وده هيدوب. جميل. مستر احنا كده الحمد لله خلصنا استنى. خلصنا كل التجارب الاساسية. اللي اتناشر ايه. فهمنا ان في اتنين بيعملوا راسب بس. طيب. يبقى اول ما يقولي تاني تاني. اول ما يقولي باريام كابريتات وفوسفات. مش. التجارب التأكدية بقى. عايز تتأكد من مين? اول حاجة كربونات وبيكربونات. هتجيب كابريتات الماغنيسيوم. امي جي. السوفون. الهدف هنا ان الماغنيسيوم هيعمل راسب. مع مين? لو كان كربونات او بيكربونات. بص. كربونات ابيض على البارد. يزوب في حمد اي كربونات بتضوف في الاحماض. البيكربونات ابيض بعد التسخين. يزوب برضو. في الاحماض. حلو. بص يا باشا. ده كربونات الكالسيا مناصب ابيض على طول. هو ليه البيكربونات بعد التسخين? اقول لك. الاول بيتكون بيكربونات. ده مش راسب. لو تسخن بص الكلام. لو تسخن يتحول لراسب. اه فهمت سواني كده يا مستر. يعني الكربونات بتكون راسب على طول. تمام? لكن البيكربونات ما بتكونش راسب. بس لو تسخنت بتكون. طب ليه بتكون? عشان بتتحول لكربونات. تمام? حلو الكلام ده. يلا بينا. هنا محلول اليود البني اي تو. ده بيكشف عن ايه بقى مستر. ده بيكشف عن مهمة دي. يزول اللون البني. يختفي اللون البني. طب ليه بيختفي? اقول لك. اليود بيتحول ليوديد الصوديو. وبيطلع مادة اسمها رباعي سيونات. رباعي سيونات. حلو. يبقى تاني. اليود ده عامل مؤكسد. بيكسد يحولها لرباعي سيونات. تمام. حلو كلام. عندي كمان محلول البنجانات. ده عامل مؤكسد برضو. ماشي. بيكشف عن مين? عن النيتريت. برضو اللون بيزول. بس اللون المراضي البنفسيجي. هنا يزول البني وهنا البنفسيجي. طب ليه بيزول? تكون مركبات عديمة اللون. نطرات? سوياني. النيتريت بتتاكسد. يحصل لها اكسدة. ويبقى اسمها نطرات. حلو. مين اللي بيكسدها? البرمنجانات. يبقى اسمها نطرات. وكبريتات بروتاسيوم وكبريتات منجانيز. دول ما لهمش لون. عديمة الالوان. يبقى هو كلونه بنفسيجي. اتحول لمركبات عديمة اللون. طبعا. يبقى سويان كده. في اتنين بيخلوا اللون يزول. اليود مع السيو كبريتات. والبرمنجانات مع النيتريت. اتنين يزولوا اللون. بالله علي خلبك من كلمة يزولوا اللون دي. طيب تجربة الحلقة البنية دي بتكشف عن النطرات. ودي مهمة جدا. هام جدا 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 ان شاء الله تقابلك في الامتحان. تجربة الحلقة البنية. يكس في الكلام بقى. النطرات. بتكون حلقة بنية. تزول بالرج والتسخين. خلي بالك. الحلقة البنية يجي يقول لي مركب الحلقة اهو. وهتخذوها بالتفصيل دلوقتي. كبريتات حديد سنائي معه النو. ده مركب الحلقة البنية. ماشي. اما بعد كده. محلول الملح مع اسيتات الرصاص. مع الكبريتات محلول الملح واسيتات الرصاص. يتكون راسب ابيض لا يزوب في حمض الكبريتات مبتدوبش. اللي هو اسمه كبريتات الرصاص. حلو اي كلام. يبقى خلي بالك اسيتات الرصاص ظهرت معانا هي. اللي هي مينة مستر. دول كواشف تأكيدية. تمام? نيجي بقى يا حبيبي عند اهم تجربتين من التجربة التأكيدية اللي احنا تكلمنا عنهم. اول تجربة الحلقة البنية. دي ان شاء الله مهمة جدا جدا جدا. حلو كلام. دي مهمة جدا جدا. لازم تبقى عارفها كويس جدا. عشان كده احنا جبنالك دلوقتي بتفاصيلها بالمعادلة بتاعتها بكل حاجة. حلو كرام. الانيون اللي هنكشف عنه في التجربة التأكيدية دي هو الانيون النطرات. او النيترات. ايه اللي هيحصل? اختبار الحلقة البنية. بنجيب محلول نطرات. معاه محلول كبريتات حديد صناقي. معاه حمض كبريتيك مركز. على سطح الداخلي للامبوبة. تتكون حلقة بنية. تزول بنرج والتسخين. مستر فاهمني القصة دي. حاطر. دي يا حبيبي الاول جبنا الانبوبة بتاعتنا هم. الانبوبة دي فيها مين يا مستر? فيها محلول نطرات زي نطرات الصديو. جميل. ده محلول. وفيها محلول كبريتات حديد صناقي. تمام قوي. دول محلول والانبوبة مالي اه يعني ايه? ميلة كده. فهنعملوها بالمنظر ده. جميل. نيجي بقى دي الانبوبة صح? هنحط على السطح الداخلي كده. نقطة نقطة. من حمض الكبريتيك. مين ده مستر? طب ليه على السطح الداخلي? وليه نقطة نقطة? عشان ما تتكون الحلقة ما تختفيش. طيب جميل الكلام. اصلا هيها تختفي لو رجتها فلو بتكونت لازم نخلوها ما تختفيش. حلو الكلام. بص يا مستر. على طول اول ما يتلامسوا. تتكون الحلقة البنية. فين? على السطح الفاصل بين. المحليل. يقصد هنا المحليل مين? الحمض واللي موجود جوه. حلو الكلام. هنجيب كبريتات حديد صنائي بس حديثة التخضير. تعال نشوف. دي اللي ترى. دي كبريتات حديد صنائي حديثة التخضير. عشان ما يحصل لهاش اكسادة وتبقى سلاسي. ما يحمد الكبريتيك? ايه الديني كبريتات سلاسي? حصل لها اكسادة بص بقى سلاسي هي. وكبريتات مع كبريتات حديد صنائي يتكون مركب الحلقة البنية. ده المركب يا باشا. ممكن يسألني على المركب. ممكن يسألك في الامتحان بتاعك ان شاء الله الفين اربعة وعشرين. على تجربة الحلقة البنية بالتفصيل بتاعها. تمام كده? حلو الكلام. اللي بعد. في التجربة التأكدية مهمة اوي الكبريتات. سأل لي باتنين? التأكدية. بجيب محلول اسيتات الرصاص. بص يا عمينا. ايه دي مع اسيتات الرصاص يتكون راصب ابيض. ادي كابتات الصدق. مع اسيتات الرصاص ادي الراصب الابيض. يبقى خلي بالك الكابتات دي مهمة جدا. حلو. بنتابع بقى مع بعض حبيبي التجربة التأكدية. ودلوقتي هناخد اهم صفحة في التجربة التأكدية. مين ده? ده الباشا. اللي هو مين يا مستر يعني? اللي هو نطرات الفضة. حلو كلام. الصيرة بتاعتها اي جي. نطرات الفضة ان شاء الله حبيبي. ان شاء الرحمن. بدون مقطع نقدم المشيئة كده. بأمر يا رب ان شاء الله. تكون بامر الله في الامتحان بتاعنا. حلو الكلام. اشمعنا يا مستر? اقول لحضرتك. لو ربنا كرم بها ان شاء الله وجت. ما يبقاش متوقع ولا توقع مننا ولا حاجة. هو توفيه من ربنا. السبب يا مستر اقول لك. لو انت لك رؤية في المناج فنطرات الفضة ظهرت ست مرات في الايونات السلامة. ستة. هم كلهم اتناشر ايونا. ظهرت ست مرات. فدي بأمرك يا رب ان شاء الله يجي يذكرها معنا في الامتحان. بص سبع معي. هتجيب المحلول مع نطرات الفضة. نطرات الفضة. لو المحلول كابريتيد راسب اسود. على طول من كابريتيد الفضة. اهو الصيرة الراسط. حلو الكلام. يلا بينا. اول ما يقول لي اسود كابريتيد. لو جبنا الكابريتيد بقى اختها راسب ابيض يسود بالتسخين. هو ابيض بس هيسود بالتسخين. اي جي تو اس اس ري. ده راسب ابيض هو لونه ابيض. لو سخنته يسود. خليبا لك هو ابيض. تمام. طيب. اما الكلوريد. راسب ابيض يتحول لبنفسجي في الضوء. مع اليو في. حلو كلام. والراسب ده يزوب سريعا في النشادر. في محلول النشادر. حلو كلام. اول من يقول لي راسب يضوب سريعا ده الفضل ده الكلور. اصب ابيض يتحول لبنفسجي ده الكلور. اللي هو مين الراسب ده مستر? كولوريد الفضة. اي جي سي ال. يضوب بسرعة. يختفي على طول. حلو كلام. اما البروميد راسب ابيض مصفر. يقتم لونه. يعني يقتم دي يعني يبقى غامل. يغمق لونه. في الضوء. ويزوب بس ببطء. في محلول النشادر. ادي اي جي بي ار. اللي هيضوب ببطء في النشادر. اما الفضل يضوب بسرعة. بس الاتنين هيضوبوا في الاول الاخرى. نيجي بقى عند الاتنين الشبع بعد. اليود. راسب اصفر. لا يزوب. في النشادر. اصفر ما يضوبش. يضوب سريعا. يضوب ببطء. لا يزوب. طيب الفوسفات بقى مستر. راسب اصفر. افرق ازاي? ده بيدوب في محلول النشادر وكمان حمد النايتريك. اي جي سري بي او سري. هو الوحيد اللي بيدي الفضة تلاتة. حلو قوي. الاشارة تيجي كده. قالك نطرات الفضة دماغي ديجي في الستة. اصفر لا يزوب? يود. طب اصفر يزوب فوسفات. طب ابيض يسود. طب اسود. كابريتيت بالدال. طب يا مستر ابيض مصفر بروميد مهم ده. حلو الكلام. يلا بينا. ندخل على الكاتيونان. خلصنا الانيونات بتاعتنا الحمد لله. ندخل على الكاتيونان. الشقوق القاعدية ست مجموعات. تسمى بالمجموعات التحليلية. كل من هم ليها كاشف معين. حلو كلام. المجموعات عندي ستة. الاولى التانية التالتة الرابعة الخمسة الست. كلهم بيكونوا رواسط. الاولى بتكون راسب مع الكولوريد. تبقى راسب. والتانية بتكون راسب مع الكابريتيد تبقى راسق. والتالتة بتكون راسب مع الهايدروكسيد بتبقى راسق. كلهم راسق كله. والربعة بتكون مع الكابريتيد راسق مستر ايه الفرق? ان دي وسط حامدي يبقى المجموعة التانية. والمجموعة الربعة وسط قاعدي. حلو كلام. طب الخمسة مع الكاربونات او الكابريتات. الكاربونات اهو. اللي هو الكالسل او الكابريتات يا عم. في التجربة التأكيدية. حلو كلام. طب الستة يا مستر دي لا تكون رواسب. مين الايونات اللي فيها مسلا زي السوديوم. زي البروتاسيوم. دي ما ايونات ما بتكونش رواسب. حلو كلام. طيب جميل الكلام ده. كله ما يكون رواسب اه. المجموعة الاولى. فضة زقبق رصاص. المجموعة التانية. النحاس. المجموعة التالتة. حديد سناقي. حديد سلاسي والومنيوم. المجموعة الرابعة مش عينا دراستها. خلي بالك احنا الرابعة مش علينا والستة مش علينا. حلو كرام. المجموعة الخامسة كالسيوم بس. يبقى تاني الاولى دول. دول بيترسبوا مع السيل. النحاس مع الاس وسط حمدي. المجموعة التالتة مع المجموعة الخامسة كالسيوم كاربونات وكابريتات. كالسيوم كاربونات كابريتات. يلا بنا ندخل بالتفصيل. المجموعة الاولى. هنكشف عن الفضة موجب واحد. والزقبك موجب واحد. والرصاص موجب اتنين. وبين وبينك معاهم كمان النحاس موجب واحد بس مش في المنهج. تمام? بكشف عنهم بمين? بيتش سي ان. يلا بنا. كاشف المجموعة. كولوريد الفض. يعني مع السي ان اللي يتكون راسم اسمه كولوريد فض. راسم. طيب مع الزقبك اسمه كولوريد الزقبك الاحادي. راسم. احادي مصنائي. مع الرصاص. ده هنا هيكون اسمه كولوريد الرصاص السنائي. خلي بالك. كده الاتش سي ال. كاشف اتش سي ال مخفف. جميل كده. كاشف انيوني وكاتيوني. انيوني وكاتيوني. يعني ايه انيوني? يعني بيكشف عن ست ايونات سالبة. ويعني ايه كاتيوني? يعني في المنهج اللي علينا بيكشف عن تلاتة موجبة. في واحد مش علينا هو. حلو كلام? انيوني وكاتيون. يلا بينا نخش على المجموعة التانية. بكشف عنها اتش تو اس. فوجود اتش سي ال. اللي هو النحاس. يلا بينا. بازابة الملح ماشي حلو كلام. ده النحاس زاد الكاسف. الكاشف بتاع اللي هو اتش سي ال. فوجود اتش سي ال. يعني ده الكاشف. اللي هو بس كده المؤادلة. ادي النحاس. ايونات. اول ما يشوف الغاز. بس في وسط حامدي اتش سي ال. وسط حامدي. يعني يقول لك تترصب عندي بي اتش كما اقوله طبعا اقل من سبعة. تمام? ادي راسب كابريتي للنحاس. كده خلصنا الاولى بتاع الكولور. والتانية بتاع الكابريتيد. نيجي عند المجموعة الاهم. هام جدا جدا. ان شاء الله ربنا يكرم بواحد من التلاتة دول. حديد سنائي حديد سلاسي يلا بينا. دول يا مستر بيترصبوا على هيئة هيدروكسيد. يعني او اتش. حلو كلام. بصف يعني دلسهم بالتفصيل. اول حاجة راسب الكاشف الاساسي ان اتش فور او اتش. خلي بالك الكاشف الاساسي دي قاعدة قاعدة ضعيفة. ده الاساسي. عشان الكاشف التأكيدي ان ايه ويتش قاعدة قوية. يلا بينا. ده الالومينيوم. الكاشف الاساسي مع الكاشف الاساسي. راسب ابيض جيلاتين. بص كده معي. ده الكاشف الاساسي. اي دي راسب هيدروكسيد الالومينيوم ابيض جيلاتين. حلو. يبقى راسب ابيض جيلاتين. حلو كلا. يزوف الاحماد. كل الوقتش بتضوف الاحماد. ماشي. اما في التجربة التأكدية. بحط خلي بالك بقى. دي المهمة. جدا 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 للامتحان الحياتة دي. مهمة جدا. طيب بص الموضوع. انت حبيبي. لما تخط هتخط منه تلاتة حلو كلام? ده لو كان هنا الناتج يا حبيبي اللي بص لو انت حطيت هنا على نص مول لكن لو عندك واحد مول من كبيتات الالمينيوم واحد مول من كبيتات الالمينيوم هتحتاج هنا ستة. عشان توزن. ليه? اللي طلقت تلاتة في اتنين. ليه مسته بتقول كده يا فاهمك? صلى على النبي. كل واحد عشان يتنصب محتاج تلاتة طيب لو انا جبت اتنين الومينيوم زي اللي هو جايبهم كده. اتنين الومينيوم. عشان يترصبوا محتاجين ستة حتة دي جمدة جمدة جمدة. طيب برح هيتكون راسب. في مشكلة هنا. ايه هي? مشكلة هنا كبيرة كبيرة كبيرة. الالمينيوم. ابيض جلاتين. بس لو خطيت عليه وفرة يعني ايه? شايف الراسب ده? لو زودت واحد مول. ركز. الراسب هيختفي. هيتكون الملح ده. اسمه ميتة. الومينات. سوديوم. امتى? لما تخط وفرة. لا لا فهمني خدت عنا. احنا قلنا دول كم الومينيوم? اتنين. الواحد محتاج تلاتة. يبقى الاتنين محتاجين كام? ستة. جميل. ساعتها هيتكون راسب. طب لو حطيت اكتر من ستة. الواحد محتاج تلاتة يعني الاتنين محتاجين ستة. حطيت اكتر اسمها وفرة. الوفرة ده بيخلي الراسب يختفي. يزوب الراسب. ايه سبب زوان الراسب? تكون ميتة الومينات السوديو. حتى دي مهمة جدا جدا جدا. حلو الكلام. طيب بعد كده. عندي الحديد الصناع. راسب ابيض مخدر. هو ابيض يتحول لابيض مخدر. برضي يدف الاحماد. ادي راسب. ده مع ان يتش فور اتش. راسب ابيض مخدر. الصناعي ها? تمام? يدف الاحماد برضو. طيب هنا بقى مستر. مع ان يو اتش نفس الكلام. راسب برضو ابيض مخدر نفس الكلام. طيب. مستر السلاسي. مع ان يتش فور اتش راسب بني محمر. يبقى السلاسي بني محمر. طب وهنا مستر برضو في التجربة دي بني محمر. صلي بينا عنا بقى عليها افضل الصلاة والسلام. بص معلمي. حتى دي جاي مهمة اوي. احنا عندنا الالومنيوم هو اللي فيه مشكلة. كل واحد محتاج تلاتة. يبقى الاتنين محتاجين ستة. يعني التلاتة محتاجين تسعة. حلو. لو زودت هيختفي. ايه سبب الاختفاء متى الومينات السوديون. بلاك ما تنساها متى الومينات السوديون. يلا بينا. بسم الله. اما المجموعة الخامسة يتم تكشف ايه? طب سيبها عليه اتكاربونار. فمص بقى معي. اتكشف عن الكاتيون ده. هتجيب كولوريد الكالسيان مثلا مع كاربونارات الامونير. مص يا حبيب. الكالسيان بيحب جدا الكاربونارات. بيتكون راس باسمه كاربونارات الكالسي. الراسب ده في مشكلة. بيدوب في الاحمار طبعا. كل الكاربونارات بتدوب في الاحمار. وبيدوب كمان في المية اللي فيها سي اوتو. المية الحامضية. ليه? هو كاربونار. فاكر لو مررت الفترة طويلة. هيتحول ليه? لبي كاربونارات. صح? اول ما مرروا الفترة طويلة الكاربونارات هيتحول لبي كاربونات. هلو一些 كلام. اهي بص. تتحول الكاربونارات الغريف زائبة الى بي كاربونارات زائبة. يلا بيدي. ايضي حبيبي المعدلة. كالسيم. مع كولوريد او كاربونارات الامونيوم. اداني كولوريد الامونيوم وكاربونارات الكالسيان. ده راسب. لو مررته في حمض. لو راسب ده حطيت عليه حمض او مية محمضة هيختفيت. تمام. ليه بقى? شايف? دي كاربونات. لو حطيت عليها مية فيها سنكسير كاربون تتحول لبيه كاربونات. الراس بيختفي. تمام? التجربة التأكدية بجيب حمض الكابريتيك المخفف خلي بالك كابريتيك مخفف. ثواني. يبقى الكابريتيك اتش توق السقفور. لو كان مركز بيكشف عن الايونات السليمة. ولو كان مخفف يكشف عن ايونات الكالسيوم الموجبة. تمام? حلو كلام برضو يتكون ناصر باسم الكابريتات الكالسيوم. حلو كلام. الكشف الجاف ده ما بيميز صغر الكالسيوم. لون احمر طوبي. اول ما يقول لك لون احمر طوبي يبقى الملح في الكالسيوم على طول. حلو كلام ده. طيب يلا بينا مستر. خش علي بعده. ايه اللي بعده? بعد الحمد والله فضل من ربنا. ما خلصنا. الانيونات والكاتيونات ولسه هنقابلهم تاني في الملاحظات. تعالي ادخل على التحليل الكمي المسائل. ازاي هنتعامل مع المسائل? طبعا احنا لدينا فيديو خاص بالاسئلة. بس ازاي هنتعامل مع المسائل جوه الاسئلة? يلا بي. التحليل الكمي نوعين. حجمي وكتني. الحجمي. طريقة المعيبة دي اهم مسألة. والمعيبة حبيبي هي اهم مسألة عندي. اما الكتب. دول طريقتين. التطاير والترصيب. صلى بينا عندي. المعيبة اهم حاجة فيها فكرك بيها ايه? ان انت في الغالب هتلاقي المعيبة دي تعادل. في الغالب. يعني هتلاقي عندك حمد. حمد مهمتك تعرف مين الحمد ومين القاعدة. فكنت كنا بنعمل ايه? ام ايه? في ايه? على ايه? ومعايا ام بي. في بي. على ايه بي. هما هيصوموا بعض اثناء التعادل. حلو. اما طريقة التطاير. افكارك. انت بتلاقي ملح معا اكس مول مية. مهمتك يا معلم فاكر. كنا نحدد واحد. كتلة العينة. يعني مين العينة? يعني الملح هو المية. تساوي ملح زائد مية. بعد كده اتنين. لما يتسخن كتلة الملح فقط. بعد كده تلاتة. نترحهم من بعض. نجيب كتلة المية. انا بفكار بكل حاجة اهو. ايه الهدف? انك تجيب عدد مولات الملح. المولات بتاعة الملح. وانك تجيب عدد مولات المية. وده كله هنعرفه ان شاء الله في الحل دلوقتي. حلو الكلام. اما طريقة التوصيب. اهم حاجة عندي انك تكتب معادلة موزونة. معادلة موزونة. مسلا ايه زائد بي. الدوني سي زائد دي. ثم بعد ما تكتب معادلة تعمل مقص. ما بين مين? ما بين الغاصب. اللي هو دي مسلا اهو. وما بين اي حاجة هو طالبها اكس. نعمل مقص. هتلاقي هنا مديك معطيات. هنا الغاصب موجود. هنا دي مش موجود. هنعمل مقص. حلو الكلام اوي. طيب يلا بينا نصلى على النبي. ندخل على التحليل الكمي بالتفصيل بقى. هي عملية الغرض منها معرفة نسبة كل مكون. ماشي? قسمنا النوعين حجمي وكتل. الحجمي بقى. اكسادة واختزال. ترسيب بطريقة المعيبة. وتعادل. امتى اكسادة واختزال? لما تلاقي عامل مؤكسد في الموضوع. تعرف ان دي طريقة معيبة اكسادة واختزال. زي مسلا او زي مسلا امتى اقول ترسيب? لما تلاقي حاجة كونة راسب. جميل. امتى قلت عادل لما تلاقي حمد? زائد قاعدة. جميل. طيب. خلو باكل لان الترسيب طريقة هنا ايه? بطريقة المعيبة. هنا بقى. ماء التطاير والترسيب. حلو كلام? طيب. ندخل على قانون المعيبة. ندخل بقى على المعيبة بالتفصيل شوية. بسم الله. قانون المعيبة الاساسي. ام اي بي اي على ان اي بي ساوي. ام بي في بي على ان بي. حيث ان الام بي تركيز القلوي. ام ايه تركيز الحمد? في حجم. ال في هنا برضوك حجم. الان بي عدد مولات القلوي في المعادلة الموزونة وهنا عدد مولات الحمد. حلو كلام. طيب ده القانون الاساسي عارفين. جميل. تعال بقى نلخص لك الدنيا في المعيبة. وايه اهم التكات اللي هتقابلها? بسم الله. انا عشان ازاكر المعيبة يا مستر. قبل ما ادخل احل يا حبيبي. عشان ما تحملش مخك معلومات اكتر من اللي يازل. المعيبة. واحد لازم ابقى اعرف القانون بتاعها. ام بي على ان يساوي ام بي على ان. جميل? اتنين. لازم ابقى اعرف ان ممكن ده ده تركيز صح? جميل. وده حجم. ممكن يا حبيبي ما يجيب لكش ولا تركيز ولا حجم. ما هو التركيز في الحجم بيساوي مين? عدد المولات. اه سواني. يبقى ممكن في مسألة. مايكونش فيه ولا تركيز ولا حجم. ما هو التركيز في الحجم هتجيب منهم عدد المولات. طيب. ممكن يطلب القتلة. بدل عدد المولات. سهلة. لو طلب القتلة اقول له بقى لو انت عايز القتلة اهي. القتلة بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية. الله على الجمال. لا سواني يا building. عناية الاتنين. انا حبيبي. تركيز في الحجم هو هو عدد المولات. طب لو طلب القتلة من عدد المولات عدد المولات في الكتلة المولية. طب لو طلب النسبة. اسهلة. النسبة اروح اجيبه الكتلة. لازم عشان اجيبه النسبة اجيبه الكتلة. جميل. بص خلي بالا. في مسائل التخفيف. لعني عند اضافة مية. التركيز في الحجم قبل اللي هو عدد المولات قبل يعني. بيساوي التركيز في الحجم بعد اللي هو عدد المولات بعد. شايف كما حاجة اساسية بتعرفها عن المعيبة? تمام. طيب ايه تاني يا مستر? لو طلب تركيز عند خلط محلولين? حلو. لهم حجمه تركيز مختلف براح بقى. انا خلطت محلول على محلول. ده ليه تركيز وحجم وده ليه تركيز وحجم. اعمل ايه بقى? بص. مش انت عندك تركيز وحجم? هنجيب عدد مولات. ازاي? بص يا باشا. مولات الاول بيساوي التركيز في الحجم. ومولات التاني. بيساوي التركيز في الحجم. بعد كده تجيب التركيز الكلي. ازاي التركيز الكلي بقى? بص. نجيب عدد المولات. وعادد مولات التاني. ونقسم على الحجم الكلي. بص يا با? التركيز الكلي. بيساوي مولات كلي على حجم كلي. ده امتى يا مستر? ده لما يديني مخلوط حلو الكلام. خلط حجمين على بقى. لو طلب تركيز الحمض وعمل معايرتين يعني ايه? عمل معايرتين بالحمض. لازم احسن. عدد مولات كل معايرة. واقسم على الحجم الكلي. حلو. ركز معاي. طيب صالة على النبي. الفكرة كلها ان لو اسم المادة الاتنين. او ضاف مادتين على بقى. اساسي اساسي عندي. اجيب المولات تركيز في حجم تركيز في حجم. ومن المولات اقدر اجيب التركيز الكل. تمام? بص بقى كمان. ممكن ما يدينيش اسم الحمض. بس يقول لك مسلا حمضه احادي البروتون. يبقى عنده واحدة اتش. اه قاعدة مسلا صناقية الهيدروكسايد. يبقى عنده اتنين او اتش. فهمنا فكرة زي? ممكن ما يديش الحمض بس يقول لي ان هو عنده كام اتش. حلو الكلام اوي. طيب صل بينا على نبي بقى. علي عبدال الصلاة والسلام. دي الاساسيات في المعايرة عندي. نجي بقى حبيبي على عنوان اللي بعد وهو الادلة او الكواشف. دول نستخدمهم كتير اوي في المعايرة. بص يا معنا. بيقول لك يعبار عن احماض او قواعد عضوية يعني ضعيفة. لها الوان مختلفة. تتوقف على. بصي كلام. حسب نوع الوسط. ايه بقى موضوع نوع الوسط ده? تركز معايا كده. بسم الله. الادلة المستخدمة في التعادل هم مين? عباد الشمس ميصيل برتقالي. ازرق بومسيمول فينول الفيسري. الوانهم كلقاتي. عباد الشمس. احمر. ازرق بنفسجي او ارجواني. اه حميدي قاعدي متعادل. الميصيل برتقالي. احمر. اصفر برتقالي. يعني متشابهين في الوسط الحميدي مقدر شفرق ما بينهم. تمام. الازرق بومسيمول. اصفر. ازرق اقدر فاتح. يعني ده وده متشابهين في الوسط القاعدي. تمام? الفينول في سالين. عديم اللون. عديم اللون وهنا احمد. يعني اه? عديم اللون في الحميدي. عديم اللون في القاعدي. عديم اللون. اسف عديم اللون في الحميدي. احمد في الوسط القاعدي. عديم اللون في المتعادل. يعني ما اقدر شفرق ما بين الحمد والمتعادل بالفينول في سالين. حلو الكلام قوي. تعالى بقى ندخل يا معلم عندي اهم القوانين اللي انت هتستخدمها ان شاء الله لو المسائل جاد غلسة شوية. بس كده. المول كمية المادة اللي فيها عدد يعني المول ده عبارة عن عدد من الجزيئات او الزرات او الايونات او وحدات الصيغة. او حتى الالكترونات. يعني ايه? يعني بص. الالومنيوم موجب تلاتة. عشان خليه يترصب يبقى راصب لازم تدي له تلاتة مول الكترون. تلاتة الكترون لا لا تلاتة مول. المول ده عدد زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى يلزم تلاتة مول من الالكترونات لاختزال واحد مول من ايونات الالومنيوم. يعني الالومنيوم ده ما تنطقوش الومنيوم. مول من الالمني. تمام? طيب الكتلة المولية مجموع الكتل الزرية للعناصر. ازاي? يعني ما يقولك هتجمع الان اللي هو مثلا تلاتة وعشرين هو يديك الارقار. زائد لخمسة وتلاتين ونص دي الكتلة المولية. تمام? عدد المولات. الكتلة بالجرامعة الكتلة المولية. تمام? عدد الجزيئات بيساوي. عدد مولات الجزيئات في عدد افو جادرو. الجزيئات دي ممكن تبقى ازارات او ايونا. عدد افو جادرو ستة واتنين من مية في عشرة قس تلاتة وعشين. دي مهمة. كم مول الالكترونات دول? تلاتة مول. طب كم الالكترون? تلاتة في عدد افو جادرو. مهم ده. طيب. ايه كما انا مستقل? حجم الغاز عدد المولات في اتنين وعشرين وربعة من عشرة رقم سابت. طب لو عايز كسافة الغاز. الكسافة عمتا كتلة على حجم. كسافة الغاز. كتلة الغاز على اتنين وعشرين وربعة من عشرة. لو رقم السابت. التركيز عدد المولات على الحجم بالليتر. القانون ده مهمة اوى اجدعان. اوي 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 اوي. بص. هنا المولات. هنا التركيز وهنا حجم بالليتر. القانون ده مهم جدا جدا جدا. طيب. جميل الكلام. لو عايز النسبة بتاعة عنصر يبقى كتلة العنصر. في مية على المراكب. طب لو عايز نسبة المراكب يبقى كتلة المراكب. في مية على كتلة العينة كلها. تمام? حلو كرام. طيب هنا بقى معايا بعض الملاحظات المهمة اتعجبك قوي. تلم بيها الايونات يا مستر. يلا بنا بسم الله الرحمن الرحيم. الملخوزة الاولى. ازاي اميز ما بين ملحين في حالة صلبة. لازم تجربة اساسية. يجي يقول لي كده. كيف تميز بين ملحي كولوريد السوديوم. الاسي ال. وبروميد السوديوم. طبعا هو هنا عايز يفرق ما بين الكولور والبرو. هو هتقول نطرات فضة. ليه? الملحين صلب. ما ينفعش نطرات فضة دي تأكدية. يبقى هنا هحط التجربة الاساسية. اللي هي اه تمام. حمد الكابريتيك المركز. طبعا هنا يطلع وهنا يطلع تمام. كيف تميز بين محلولين يبقى تجربة تأكدية بقى. بصو نفس السؤال. جاء قال لي كيف تميز بين كولوريد السوديوم. ساعتها هحط نطرات الفضة. تجربة تأكدية تعمل راصب. خلي بالك. ملح صلب اساسية. محلولين تأكدية. كيف تميز بين ملحين نفس المجموعة? نفس المجموعة يبقى الكشف الاساسي. ازاي? كيف تميز بين الكربونات سي او سري. والنيتريت انو اوتو. طبعا هنا هنحط الكاشف الاساسي اتش سي ال. كاشف المجموعة الاساسي اللي هو اتش سي ال. مع الكربونات هيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون. يعكر مع الجير. مع البي كربونات او مع النيتريت هيطلع انو او. اللي بيتحول الى انو اوتو. بني محمرة. تمام. دي تجربة اساسية. اما لو جاء قال لي بين ملحين مجموعتين مختلفين. زي. لازم اكشف كاشف المجموعة الاقل. زي مين? كيف تميز بين النيتريت اللي هو انو اوتو? ونطرات انو اسري. اه. احط كاشف المجموعة الاقل. اللي هو مين يعني اتش سي ال? اصلا فاهمك. اتش سي ال مع النيتريت هيتفاعل. لكن مع النطرات لا يتفاعل. يبقى وصف. عشان تعمل تمييز عن متى. يا اما يدو نواتج مختلفة زي كده. يا اما يتفاعل مع واحد واحد لا. تمام. محلول ان اش يادر تذكر عندي اربع مرات. مع كولوريد الفضة ده راسب ابيض يزوب سريعا. ده راسب ابيض يزوب سريعا. بروميد الفضة ده ابيض. مصفر. يزوب بس ببطء. يوديد الفضة ده اصفر. لا يزوب اصلا. حلو ده مهم ده. اصفر لا يزوب. طب فصفات الفضة برضو اصفر. بس يزوب عادي. حلو الكلام. خلي بالك هنا لو جيت حطيت كده. ركزوا حيطة دي. الكولور هيدوب بسرعة خالص يدوب. ده الكولور. البروم يدوب ورا منه ببطء. هو هيختفي. بس ببطء. اما يودي يفضل واقف فوق فوق لا يتقصى ولا يختفي. ده اليود. بس في الاخر كده كده دول هيختفوا خالص في الاخر. حلو الكلام. طيب. جميل. ندخل على بعد كده. العوامل المؤكسدة اللي ظهرت عندي يا حبيبي في المنهج كله. يلا بنا او في الباب التاني. العوامل المؤكسدة. بمنجانات الموتاسيوم اللي هي ك ام ان او فو. دي بتكشف عن ايون النيتريت ان او تو. سالب ها? ساعتها المنجانيز بيتحول من بنفسجي. هو كان موجب سبعة. صح? بيزول اللون. بيبقى موجب اتنين. خلي بالك من موجب سبعة لموجب اتنين يعني اكتسب خمسة مول الالكترونات. فهمنا بقى كلمة مول احنا. اكتسب خمسة مول الالكترونات. طيب برحب. ايه كمان ظهر عندي? ساني كرمات الموتاسيوم. دي بتكشف عن غاز ده غاز بيخضرها. بتتحول من برتقالي ده بيكون برتقالي. اللي هو موجب كام? ستة. بيتحول الى لون اغضر. البرتقالي هو اغضر. كسب كم الكترون? تلاتة مول الكترون. كل واحد كسب تلاتة مول الكترون. كل واحد ها? طبعا هم اتنين خلي بالك. كل واحد تلاتة مول اللكترون. طيب بص اللي بعده. في حالة محلول اليود. اليود اللي هو اي تو. اللي هو لونه بني. بيزول مع مين? مع السيو كبرتات. يزول اللون. يعني بص يا معاني. هو وهو اي تو زيره كده لونه بني. لما يبقى سالب اللون بيختفي. كسب كم الكترون? واحد. خلي بالك. كل واحد يوت كسب واحد الكترون. هم اتنين يوت. حلو. يبقى ده مصطر اللي كان لونه بنفسجي يزول. من موجب سبعة لموجب اتنين. اللي كان لونه باوتقالي يخضر. من موجب ستة لموجب تلاتة. اللي كان لونه بني يزول. حلو كلام. تعال بقى نعرف تجميع جمدة لاهم الايونات اللي ظهرت عندي. حلو كلام. بص يا مستر. ايون الكابريتات. ده بيحب مين بيترصب مع مين? اقول لك. كابريتات يحب تلات ايونات جدا 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 يعمل معهم راصب. مين هم يا استاذي? اقول لحضرك. تلاتة. مين هم مستر? بص يا معالي. اول حاجة البارية متكاشف الاساسي بتاعه. يعمل معه راصب. كابريتات البارية. تاني حاجة مستر الرصاص. الكاشف التأكيدي. يعمل راصب. تالت حاجة كمان الكالسيوم. حلو كلام. وخلي بالك كابريتات الكالسيوم هو. اهم حاجة الكالسيوم هنا موجب اتنين. تمام. يبقى ده بيحب البريم. ويحب الرصاص. ويحب الكالسيوم. كلهم بيبقوا معاهم كابريتات. ايس افور. ادي ايس افور. كل دول رواسم. حلو كلام. ماشا يا مستر. طيب نيجي عند اللي بعد. مين? الكاربونات. بص. الكاربونات تترسم مع اي حاجة. اي حاجة. تعمل راصب. ما عدا مين يا مستر? ما عدا تلات حاجات بس. مين هم التلاتة? تعال نشوفهم. السوديو. والبوتاسيوم. والامونيوم. دول اصلا ما بيعملوش راصب مع اي حاجة. تمام? الفوسفات. الفوسفات تحب اتنين جدا. مين هم يا مستر? اتنين. اقول لك يا باشا. اول حاجة الاساسي. اللي هو البريم. بيكشف عن الفوسفات. التأكيد بتاعها الفضة. يعني الفوسفات بريم او فضة. يعمل معاهم راصب. حلو كلام. طب ايه كامل يا مستر? الكالسيوم. الكالسيوم يحب اتنين جدا جدا جدا. كالسيوم كاربونات وكابريتات. الكالسيوم. اصلا هو موجة بيحب السالب بقى. كالسيوم مع الكاربونات ومع الكابريتات. حلو كالسيوم او اتلاقي كالسيوم كاربونات وكابريتات. وخلي بالك كمان لونه احمر طوبي في الكاشف الجاف. بعد كده مستر البريم. البريم ظهر عندي في حاجتين. بس انا هزود لك حاجة. مين هو? هو ظهر في الكابريتات. عمل راصب ابيض لا يزوب. وظهر مع الفوسفات. عمل راصب. ابيض يزوب في النشاط. وكمان الكاربونات. ليه مستر ما ظهرش معاها? اقول لك انا. مش الكاربونات اصلا بتعمل راصب مع اي حاجة من ضمنهم البريم. صح كده. يبقى بريم يبقى كابريتات وفوسفات كشكل اساسي. اول ما تلاقي بريم في الامتحان. يعني اول ما تلاقي حاجة من دول تبقى انت فاهم انها هيجي لك ده. حلو كرام. كده حبيبي فضنا بنا سبحانه وتعالى احنا خلصنا الباب التاني بتفاصيله. ما سبناش ولا حتى غير لما عدينا عليها.